وضعت الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين للعوام 2022-2026 عدة أهداف منها عودة انتعاش قطاع السفر والسياحة بعد جائحة فيروس كورونا من خلال تسهيل الدخول والجذب السياحي والتسويق والترويج والإقامة استراتيجية سياحية جديدة لمملكة البحرين انطلقت بحزمة مشاريع مميزة بهدف جذب السياح بمختلف اهتماماتهم إلى المملكة في إطار تنمية القطاعات الوعيدة التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي ومن بينها القطاع السياحي المشروعات الجديدة تهدف إلى رفع فرص الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية ما سينتج عن خلق فرص نوعية للمواطنين في شدة المجالات ذات الصلة ومن المتوقع أن يتم رفع إجمالي انفاق السياحة الوافدة لتصل إلى ملياري دينار ورفع متوسط الليالي السياحية إلى أكثر من ثلاثة ليالي ورفع مساهمة القطاع السياحي بالنتج المحلي الإجمالي إلى 1.4% ورفع أعداد الزوار القادمين إلى مملكة البحرين بقراض السياحة إلى أكثر من 14 مليون ومئة ألف زائر ورفع متوسط انفاق السائح إلى أكثر من 74 دينارا في اليوم عام 2026 ويسند هذه الاستراتيجية دعم حكومي لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي الوطني تحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في خلق بيئة تنافسية عادلة من خلال شمول الاستراتيجية السياحية الواجهات والأنشطة البحرية وسياحة الأعمال والسياحة الرياضية والترفيهية والعلاجية والثقافية وسياحة الإعلام والأفلام السينمائية استراتيجية الغطاع السياحي ستبرز مكانة المملكة كمركز سياحي عالمي وستصهم في زيادة الناتج المحلي من خلال زيادة عدد الدول المستهدفة وتنويع المنتج السياحي اشتركوا في القناة